السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سأريك كيف تقوم بالحصول على كونز الفيفا مجانا وذلك باستخدام أحد المواقع الشهيرة في تعديل التصبيقات التي سوف أريها لك في بزع دوان فقد تابع معي الشرح إلى النهاية وسأريك خطوة خطوة كيف تقوم بالحصول على كونز الفيفا مجانا إذن كما تلاحظ معي هنا في الشاشة فهذه القوينز تزاد مجانا إذن كما تشاهد معي الآن فقد تابع معي الشرح إلى النهاية وإذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس وترك تعليق مناسب في الفيديو إذا ما أعجبك الفيديو إذن لنبدأ على بركة الله إذن اسم الموقع الذي سوف نقوم بشرحه إذن كما تشاهد معي هنا على الشاشة لا داعي إلى كتابة اسم الموقع فسوف أقوم بضعي في صندوق الوصف أو في حد تعليقات المثبتة فقد تابع معي الشرح إلى النهاية إذن كما ترى معي هنا فالموقع يحتوي على بجموعة من الطبيقات المعدلة إذن كما تشاهد معي هنا في الشاشة هذه الطبيقة المعدلة تمكننا من الحصول على بعض المميزات التي ليست في التصديق الأصلي إذن كمثال نحن هنا سوف نقوم بوصول على موز مجانا في لعبة الفيفا إذن كما تشاهد معي هنا أنا فقط أريك مجموعة من الطبيقات التي يحتوي عليها الموقع إذن الآن نبحث عن الطبيق الفيفا إذن كما تشاهدها هو نضغط على هذه العيقونة إذن كما تشاهد فهي هذه النفذة التي تظهر معي هنا ثم ترى معي هنا فقد تم تحميل الطبيق المعدلة الزيادة من سمية ألف مرة مع تقييم بخمسة نجوم إذن كما تشاهد منها إذن لنقوم بتحميل الطبيق نضغط فقط على زر تحميل ونبدأ عملية التحميل إذن نضغط هنا على تحميل إذن الموقع يقوم بتحميل الطبيق ننتظر فقط تستبيت الطبيق وإضافة جميع الملفات التي نحتاجها إلى جهازنا إذن كما تشاهد معي الآن فهو الموقع يقوم من رفع الملفات على الجهاز أنا سوف أقوم بالعودة بعد إجمال هذه العملية إذن بعد اكتمال عملية التحميل وتنصيب الطبيق المعدل على الجهاز الخاص بنا إذن نقوم بفتحي الطبيق وكما تشاهد معي الآن هذه الجواهر تزداد مجانا لما ترى معي الآن هذه الفونس هنا تستهدم مجانا على حسابنا إذن فقط قم بتحميل الطبيق وطرق الموقع لبتع دقائق أو دقائق أو توان على حسب سرعة النيت الخاصة بك كما تشاهد معي الآن فقط تضركه لمدعي ثوان أو دقائق وهما سوف يقوم بكل عملية التحميل وما عليك سوى الفتح الطبيق وبعدها تقوم بالحصول على جميع الكوينز مجال إذن إذا أعجبك الفيديو لا تنسى ترك تعليق ولايك للفيديو وقم بالاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا والسلام عليكم ورحمة الله